السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديما القنوات سبحالله العظيم تكونوا ناعسين تيفقوت يلقوا واحد الحدد تيبقوا يهضروا فيه وكيهضروا وبتيقولوش الله اعلم اولا هاد البنت كانت مخطوبة لوحد الولد وهدك الشاب وقع له مشكلة مع شيء افارقة على ما يحكى ويقال ودخل السبب باش دخل السجن ما عرفناه شاشنا هو واش هو السجن او غفل كوميسارية في مدة ديال البحث المهم هكا ولا هكا المهم الشاب اللي هو كان خاطبها وبخبار عائلتها وبعائلته اللي خارجين للإعلام وتيشكروا في هاد البنت في هاد الشابة وتيقولوا بانها راها بنت طيبة ومن احسن ما شافت عينيهم من البنات وانا هي وحيدة امها وكتخدم عليها وكت يعني كتوصل بها لدرجة انها ممكن تخدم عليها اي شيء المهم مفرع لها كل شيء هنا فين كين الغلط فين كين الغلط ما غادش نقولو الغلط ديال هاد الشهر فيها في بززاف الحوادث اولا غنقولو الغلط ديال البنات اللي صغارات اه اللي كي تقتلو في هاد الشهر نبقوش نحطوه لحدات سداء دا اولا نقولو حقا ما حقا طالعين بعد الناس يقولو هاد القضية غادت تضمص ولي انا في هاي دين شكون هاد لي الدين شكون هاد لي الدين هي بنت اعطفو عليها اخوالها قالوا لها سكني في الدار ما حرفش علاش عالقال اعطاوها تسكن في الدار مع العلم ان هاديك البنت كانت كتطلب نقا عم تلبوس ادربي وكتبع السجارة برا وكتبع كلينيكس وكتبع عليها واقع كتحمل المسكنة من الشارع الله يغفر لنا ولاها والسيدة ما ضابطاش نفسها ما كينش اللي رعي لانا امها ماتت وكتبعوها اخوالها هادك الفيلة وسكنت فيها وكتدخل سحبتها طبي يحتوي لو تكون عندها برط ما حتولكو عندها بيت كتدخل سحبتها شنو اللي رايج في راسها حتى جابت هاد البنت اللي كتعرفها من بعيد لبعيد اللي كيشكروا فيها الناس وتيقولوا الله عمرها دار هنا كنا واحد نقطة دي هاد البنت من زياناش تيقولوا وبمعنى ماشي من زياناش هاد البنت كتتمارس الضعارة كتعطيها نتيجة الحمل هادا ثالث حمل ما عندهاش المأوذية لها خالتها وخوالها شافوا فيها وجه الدم وجه العائلة معطاه هادك السكن تسكن فيه هادك الدار ديرينها بحال دار ديال الضعارة كيتجمعوا فيها ولو يكونوا يتجمعوا الداخل احنا ما عرفناش وش دار دار احنا كننهضروه غير بالكلام اللي تيقولوا الناس الغلط فين كي نرجعوا لي فين كي الغلط الغلط ترجع الوالدين مني كتكون بنتك قلسة احداك؟ علاش ما كتعامليهاش كيف انتي عملتك امك؟ يا الام كانت عندك ام ويلا كنت يتي ما كانت عندك خالتك او جداتك؟ يعني مني كتقولي لامك من مرسة مني كتدخلي من الدراسة او مقاريهاش وقالسة في الدار غربة الشمش كتقولي لا غنخرج للعب شوية او خرج عن صاحبتي او غدين تخر كتقولي لا عفك عفك كتقولي لا كترجع معان الحيط كتوقفي كتقولي لا عفك بغيت نمشي كتطح عليك بالقريس من جدر الرجلين كتولي غيدش في امك وكتولي تحرقك ديك القرسة ما كتقدريش تخر شي علاش دابه هاد الوقت هاد كل شي كل مرة بغيت تخلي بنتات مشي تبات في دار اخرى ولا عرضي الا صاحباتها غديدي لا الحم بالبرقوق والدجاج كين شي ضار في المغريب لا الحم بالبرقوق كين شي بنادم في المغريب مكلاش للحم بالبرقوق حتينا مكلاش كي يجي العيد كي ياكلوا الناس للحم بالبرقوق كي يجي العراس الناس تتاكل تجاج محمر علاش بهادي كدات قالت لها بريد نمشي وناكل الحم بالبرقوق شوفو راه الام هي اللي كتربي الام هي المدرسة ديالي الحياة قتلي يا نخرج مقول لها لي نضربها نقرصها نعضها وتبكي ونحذرها ونجيبها لسدري ونقول لها ما تخرجيش خليك معايا نحذرها ونحذرها ونمشي عند خالها ونمشي عند خالتها ونمشي عند جارتها ونمشي عند عمها ونبدلوا الجو ونقلصوا ذلك الليلة ما نبتوش في الدار ونمشيوا ونمشي بنتين عارف معا من ام صاحبة بنتين تصحب معاها وحتى ولادي ونبيروا ذلك الدفق العائلي اللي كانش حال هادا دابا إلى البنت خرجات للزنقة ودي زغي ولجينة وشافها وشافها في واحد الحالة كيقول لها سير رجع للدار ولا غاني نخلي ضربك ولا غاني نضربك ولا كيدفل عليها ولا كي يصبطها ولا كتجي امها كتقول لها ما تضربها شرا عندك اخواتاتك في الدار لها بغيت يتحكم سير حكم اخواتاتك اش كي يدي لها ذاك الشاب كيلو مراسو تقولي بالصح تكون هو اول واحد لك يتفلع عليها لانه كان بغي يقوم بالدور ديال الاخ و ديال الولي و ديال الجار و ديال المحرم ديال ذاك البنت لان ابن جارة مكبرت معاه كان بغي يقوم بدك الدور باش نتيد قولي لي الله يرضع عليك او لبشته هو اخوها او بها يحافظ ليه على اخته كان واحد للرعاية واحد التربية متبادلة مني كتنود الام كتلبس جلبيتها او كتدير على رصفوطة ولا يزاره كتمشي بلاعقز عليها عند بنت الجيران عند المراد يالجارة و كتقول لها قولي الولد كتدخلت سقرى صورة دار البنتي و قلت لها و قلت لها و لحد الان كينين عائلات الى هدر الولد مع البنت الجيران و خاصم عليها كتحتقها على جات الام لها على ما تستفهم تتمشي تتقول لي ما لك معافلاناتي قولها خلت تلقي سيهنا ولا قيت كتت هدر معاناتي تتقول لي عطيها اعطيها في المرقسي اعطيها و قد قول لي راح سبي بمرتبة خوك و نهار كتجوج دك البنتي يقلس دك والجيران و تيقلس خوها و تيقدروا والجيران شاف على على البنت الشيحويج مشافهم مش هو و تي نصح فيهم و يقلس ولد عمها و تيقلس بباها و تيقلس شجار و تيقلس ملحان و التوك يدخلوك يقلوا لي جرى احنا غنجو جفلانا و تيجي يقلس دبلة كل شي بغلقاء و بغل الناس اللي عرض عليهم يكونوا لبسي الكمبلي و بدات المظاهير و بدات المشاكين اللي كتصير في الحياة ديال الناس كلها تباهي و كلها المظاهير هادك علاش مبقى حتى شي واحد يقدر يهضر مع ابنت الجيران و تيقدر يربي شي بنت لي عنده الحق انه يقول لا لا عنده الحق و الجارتهم و الجارهم هادك علاش حنا كنحبسوه للجيران و تيقلوه للجيران و احنا مالنا و قطنوه تضربوه مود و لا يا سيدي سوقك يا سيدي تجيب لي يا امها تجيني الباب تضار وتعطيني وتشاطيني و سمعتني اللي ما نسمعش و سمعتني اللي ما نعرفش نخليك سوق راسك خليك عندك اخواتاتك حدي اخواتاتك حدي راسك هسيدي حدي راسك الشي يقول دك الشاب جوج ديال الشباب واحد فيهم تيقول ايا عندي الصح ندخل سوق راسي خنشوفها ما عارس فين ما نهدر شو في علان يقدر يشوفها في شي بلازة يمغي يحامي عليها كي يسمع ذاك الاهانة اللي جات امها قلت المو كي تسخر له و كين الشاب الاخر اللي تيقول و انا متاح لي باش نلعب عليها و نضحك عليها و كنت نسحها يكن ما ما بغير شو ما نسارحها هكوك خليني انا اولا بيها انا اولا باش يجي واحد اخر يلعب عليها اللعب عليها انا الاول هذا كعلاش تفقدات تربية ديال الجيران تفقد الراجل اللي كدوز محدها بين الجيران تقول لي عمي خالتي كانت اللي ما عندوش خاله و ما عندوش عمديره من الجيران هاد البنت دبا خرجات و استفردت بها صاحبتها و ضارت بها ضارت بها بحل سبحان الله العظيم والله واعلموش اي اولا بحل سبحان الله العظيم كتوري للناس اي امعا من كينه هوا دبا الطيب شرعي بك مخرش ما قالش كلمته الناس خرجات تقول بها ضربوها بالضو اطلعوا سارقين الضو عارفين علش متعلموش السلطات و تقولوا لهم لاندك الدولة تسرقر انتو مالك تخلصو علش متفاردوش و عارفتوها ميتين او وليديها ميتين اخوة ديرين فالخير تجمعوه كجيران وعيطو الخلاء و قولوا لي يا اجسي درقل صبلا دوب لما راها الزغل كابل من برا راها را خاطر عليكم تنجو ما لا صبتشتا ولا لما ولا شي حاجة و الدراري دايزين من حدا الفيلا يقدر يدوز ذاك اللي ما مصرب معها معا الضوء يضرب شيدرري صغير يضرب شيدرري صغير يضرب شيدرري مرة كبيرة اعطال الله ميدار تحغيشي كورة في ذاك الفيلا ينقذ شيدرري فضولي من ذاك اللي يلعبوه في الزنقة وليما يحشموه ويمقذوه فوق الأخي الصور ويدخل في ذاك الكورة تصدق ميتين با هذه الفيلا مع الله مخبية اللي عاد لا تلاحظ هذه البنت اللي كل شي يقول مشات غيبت يقول الحمب تصدق البرقوق والدجاج على قلة ما ينشر الله الدجاجره هو غير في الحوانة غير في الحوانة ديال شوية دو كل مطاعم الصغرى الكافيتيريات كي يدور في الماكينة نهز وخه ما ناكلوه ما ناكلوه ما ناكلوه ما ندوزوه لانه معروف شنا هو ذاك الدجاج ولكن إلا مشات بنتي احتفظت لها خاطرها فيه نمشي نشري له ونحطه نقول له هو رفسيه اللحم نشري رابعه اللحم وندير البنت ينقلس ماشي نقلس نتجبد وانتناع زي الأم في الدار ومخلي يا بنتك مشات يومي 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 ثلث أيام دبا واحد المسألة اخرى لي خرجوا واحد السيدة خلت الخاطيب قلت لك قال لا دوز يقلسي عندنا في الدار بغيتغان فهمنا هذا البنت اللي تتخطب علش كتبقى الدور مع الراجل الموية مخطوبة علش مشه للسجن كي خلاف دارهم مشه يخدم كي خلاف دارهم اما اما انا بنتي امه ربيها من شحال تتخطبها وهمت خلال الخطوبة انهزانه لدينا انت مصافي لا يوجد امه محافظة ما ما يحال من عام امه مديرت انت امه وانتت من شهر او طلق شهور واحد النهر تخرج حاملة ما يرغب امه وليدها ماذا يرغب امه لأنها قلتها المنطقة لست خلص هذه العلالة و انبغويتها و رأسيهم و قالوا عنه في مشاكل صباح و نفطره و و نحتاجونه و و لم يتجن و يوقدمون و يتصلوا بشكل صليت و يعني لزوجه و يخصوصهم و لتخفوصهم و يتصلوا بشكل صليت و انا وذي و تنبتن و تنبتن و تنبتن و دمتن و تنبتن each other وكيف أسكنهم من الدعمنا و من قدروا بأسهم و لا تستطيعون للتعادفهم لا تخافوا منهم. الاحترام كل واحد ناعز في داره. كل واحد عنده الحرومات دياله. إذا بغي تدخل غير الدقسك تدخل. يا ويلك شي نهار تدخل بب ودخل. كتنود لك المرت العم تقول لك علش ما تدقيش. ما شي تكبورا لها دكتر بياه. ما شي تكبورا لها. اذا كنت تعلم عن من داخله. والناس تقافزين. الرجال خرجوا رجال وعيالات خرجوا عيالات. ما هو أنه لا يوجد. ستكون بنتك تدخل عليك ماركة. ما كنت لدها الماركة من الجاتية. ما كنت لديك ماركة الجلد الميكة البلاستيك. حديد وخشب وحشاكم الزبل كانت تبقى قصنا مقرق عينة وما قدشنا بالرسيل و بالشفار و بالمكياج هالحمرها الضرقها الخضر و القنان في مقلوبين مع عمرين بوتوكس و السدر عريان و منفوخ و نافخين ذلك الشغي بيناتهم لا تتعرفيش كون قاعد لي نافخ و لا يزن لها عن طبيب لا تتشي حاجة و قالتها و تقول لك لله أنا بنت يا مربية البنت اللي مربية لا تجيب شي ماركة ما معروفهاش البنت اللي مربية لا تختار الصحبة و تشاورك وش نجيبها و تقلس معايا و نحفظه وش نجيبها عندي عيد الميلاد عافة كما ما نوضي معايا نمشي و انا و اياكم و نطلبهم ما بش عارفنا فين كينين و دبلا كينغار حل باب دوز يدخلي قلسي انا يرا كان بالدل هذي كتب الدل و هذي كبنت و هذي كبنت و هذي كبنت و هذي كتبدل حداها هذي بنيهان ياسلام كيتبوسوا بالفم بنت كتبوس البنت بالفم زي ما نحبها هذيك أخوه نحن كنا غير يلقلسين و دواحد قلسي و هذي كتبت تفافه تتسلم على الناس بالبوس بليدينه و من القدام و من اللور بالحترام دابة قال لك ما قال لك اللحقة مش هتبات معمرا شفنا شي حدبات هذي المباتة هذي رم خلطة غيف بالطبقة المالبسطة كانت ما قال لك والطبقة المالبسطة هي التي يتبادلون الحواج ويبسو لحال بحال ويبسو بحال بحال ويبسو بحال ويبسو الفوطها ويبسو اللiك ويخرجو للشارع الرفولار ويبسو في الضيور أما الطبقة الراقية والطبقة التي هي محافظة التي تخافض على ابنيتها و تريهم ما يدرون و يلبسوه و كيف يتكلموا و إذا كانوا الناس قلسين ما ينعسوش يقلسوه و إذا كنت متكجة تقول لك تقعد تقعد و إذا لم تريد أن تقعد اللي تعطيها لك الراق بربة وحدة في العام تأتيك لكي تجمع ناسك لا تبقى مجبدة الأم هذه تجد نتيجة في ابنتها تخرج البنت لديها و تكون مرتاحة و تأتي وجودها للعروسة و تكون مرتاحة لم يأتي لها ماما رقلت فيك ولا دارت لك و تأتي العروسة مني و تأتي مفافية تجد نتيجة مقدسة فيه لا تجد أن ترتيليون حرية شخصية عند كل واحد تجمعوا في العيد و تجمعوا في المناسبات و تجمعوا في الأعراس تأتي الأم اللي هي عقلة تقول لها نحن سوف نمشي و العرض علينا في لانا و انتي و مرتخوك و ونانا ما سوف تلبسوه شوفوا ما سوف يتلبسوه و تفرقوا اللوانات و تلبسوه محشمين و تصيروا قدوا و انتي ما عندك شطال الخرون و انتي يصير خيطة و انتي يصير كري و انتي يصيروا و تتم هذه العجوزة مع عرائسة و مع ابناتها و الله ما صلع لك سيدنا محمد ماذا حتي يا ولدها البنات و جهيبها البنات الناس اللي عندها ولكن بشانا نعص في الدار و تخرج البنت و تمشي عند صحاباتها و تطرى لها الاطراق و نقولوا يا محمد السادس هاجيشو محمد السادس كان قال لك انا اعطيتها لك ربيها لي حتى نجي نقول لك في نهيه ماذا من صيلة بها هو يا مالك و اشغلي طحت لها شي بقرات تقلب على شي جنوية الدور من هنا و الدور من هنا ما تلقاش عيط لها محمد السادس لا واحد يخص يكون بعقلوه شوية هذه الصحافة اللي كتبقى لخصة تبدأت دير حوار مع الناس تقول لهم خليوا المالك لا تجيه كان شي حاجه وطنيه هدروا لها حال الصحراب حال شي حاجه هكوطنيه بقيت تسهدوا قلوا عاشها المالكية و اما عاشها المالكة جي تشوفه و اخوض لي حقها معان ما غي اخوض حقها و شو و عارف حد المالكة مالك عاطي السلطات للناس اللي كتخدم و يادو كل خدامين راه فيهم اللي كيعرفوا ما كي يدرو فيهم اللي خدامين من تحت لتحت يخليهم وما راههم مال يمكلفين بالشعب و يجي جي عندك انتي و يقول لهم كنشي حويجه كيتدخل فيهم المالك كنشي بحال اغتصاب ديالدة الولد ديالتان جا تدخل فيه المالك تدخل فيه الحموشي بنت عاقلة و عارفة فين تمشيتها كل الحمو بالبرقق و تجاج بالزيتون و تبات و تجيب صحاباته قديره مخصيش نداء المالك هاد يرى خاصة مهات تمشيت تبحث على شهادة البنت خرجات و جابت معها بنت خراو و علاش اصلا هاد البنت تمشي عندها خاصة يخاطبه يضبني ارحمه ولكن دخلنا نديرو الحوار مع هاد الام هذه حيث هذا الشيء ما اترناه شرح لنا و كيفية و كيفية و كيفية و كيفية حصة الحصوب انا عنوا أبنتهم كيف لم تتعلقون لما لن تتخطب يجب بعض العائلات يجيب البنت يخطبوها و يوقف الرجل يقولون ان اديها معي او سوف نبات عندكم صحة صافي و رجب دارهم سوف نبات معي و تعيش معي و تنديروا العرس او يقول دارهم خرجوا ان انا سوف نبات هنا يقولون ان يقالس و واكل شارب و يعطيه نوس الداري و لا يعطيه نوبيت يبقون قصرين في السطح و لا في الجردة يلعبوا و يضحكوا و خارجين بجوج و داخلين بجوج كثيرا اول ناس شهود يقولون ان يقالس مع نصره و ليهود يخطبوه و دارهم صغيرين و يزربوا و يدروا النقافات و يدروا العونيات و يحردوا على الناس و يجرر لي تكشتي معه تكشتي و يجفف هذه الطريقة تكشتي و يجيب هذه الهدية من هنا و هزم موار من هنا و هزم الطيفور من هنا يدروا و لا يستطيعون ان يدروا العرس و يحتاجون لهم و تخطي الورس و يقالس داري قرره و يكمل العرس يجب ان يكون العرس اللي يصبح تكبر و تفاهم و تجي حاملة و تقوم بتزاد الريق و تنادى و تتكبر و تتدخل من دراسة و تنكترى البنت ونحن لا يوجد علاقة بالبنت التي ماتت وإنما طرقنا الكثير من الحويج لهم السبب الذي يجعلون هذه البنات ويجعلون ديورهم ويجعلون الهيبة الوليدهم وليحفظون عنهم ويمشيوا ويجعلون البنات التي يكبرون في الوصف من الأم والأب لا يعرفونه ويجعلون مرخيين وليس لديهم سوق ولو أنهم أولاد الناس ويجعلون البنت يخطبها الرجل ويجعلون بها يمشي حتى يجمع رأسه ويجعلونها أنهم قلت لأنهم ينبقوا أرادهم على التوليدون أنهم خيفون ويجعلون بحاجة الحفران ويجعلونهم بشكل مباشرة ويجعلون المواجهة من الذين يتحدثوا لأنهم اجتبون الفضائر ويجعلون الوزعيد لنقيقين الأم والسرش فيها ويجعلون فتحركم وديروا الفاتحة وصير اولد النسج مع ناسك سبغيت تدير العرس الشروط اللي عليك والشروط اللي عليها ونهار غادي سبغيت تدير العرس ثلاثة يام قبل تدرب الكاغت. تدرب الكاغت سير ما تبقىش تجي ما تشوفك ما تشوفه ما تخرج معها ما تخرج معك. تنهار قبل العرس بنهار. وجي باش تفاهمه. الحويج تقيسه وصفت لا تصاور. هي يرى اصلا ما غاديش تورك حويجها. ونبينا عليه السلام. غاديشي حاجرها مكة تجي عندك تقيس له وكتقد له. وما نقولوش احنا يرى كانت نفهمو على الناس ولكن هذه هي الاصول. هذه هي العادات وهذه التقاليد وهذه الاصول باش كنتفداوا المشاكل. بنتي عندي ولدكم عندكم. كنت تضطرت وتغلب عليها واحد النهار تخاصم معها وتبدأ تتحل فمك وتقدر تقعد. تبدأ تقول لي اشي كلمة شي وادك. حد اكتم. انا كندير لازم لبنتي. كنعلي شانها. وكنحتار من راسي. وكنحتار منك ونخليك انتا وعائلتك تحتار مني. باش النهار ما نكون قالسة وسط منكم. كيكون الاحترام تيقطر منكم لي وكيقطر من راسي لنفسي. لاني انا لي درتو. وتنحتار مو بعضياتنا بالاحترام متبادل. باش كنديرو للمعيشة ليلدو كدرالي اللي طالعين فين يعيشه باش يجيجي لاخر. ماشي. كل الليلة كتصبح عندنا بنت ميتة. وحدا. قلت لك سيدي كليت لي فلوسه. شداد بحق. كسيبك هنا. الاخراء مش هتتجيب غير اسميتو. طالقين عليها مسكين الاشاعات. ماتت الله يرحمها اراد. ايه كلها اشاعات. هادي قلت لك راه مش هم اللي قالوا. مش هتتقل الحم بالبرقوق. وتجاج هو اللي دارتشي. كيفاش تبدو تهدروه في المنابر الاعلامية. ما تتعرفوش تهدروه. ما تتعرفوش تتكلموه. مش هتت قتليه بغيت مشيه لكل الحم بالبرقوق. وهو راد بره شغرتي بكي عليها راتي. راكي ندب عليها را واحد سيدة الله يعمرها ضار. الله يعمرها ضار. ما يبقى لينا ما نقوله من امورها. خسنا نقوله امورها كلمت حق. ان هذه السيدة الله يرحمها. ومنهزش شغلية عليا. والسبب هي الام. هي الام. هو الاب. دبا هي ما عندش الاب. هي الام. تقو الله يا خلق الله في عباد الله. واربدوا بالكم من ابناتكم واربيوا ابناتكم تصاحبوا معهم. هذا الوقت هذا. لا. مش يتلبس بنتك وتخرجها باش تبان قدام عباد الله. باش تجيب وراها الانظار ديال الرجال. باش تغتصب لك البنت ولا تغتصب لك الولد ولا. لا. هذا الوقت صاحب بنتك وصاحب ولدك. الرجل يصاحب بنته ولمراد صاحب ولده. قلبهم. وشوفوش غدي تكون شي نتيجة. وفي نفس الوقت تصاحبوا معهم كاملين. مني تكون قلت مع المراد ديالك تتحاور. وكي يكون واحد الحوار. لا. 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 مرحبا